فالزعيم المحافظ الشاب سيباستيان كورتس 31 عاما بالانتخابات التشريعية في النمسا حسب ما أفادت أولى التقديرات بعيدة إقفال مكاتب الاغتراع ما يشير إلى احتمال عودة اليمين لتسلم المستشارية وكان كورتس قد تسبب بالدعوة لإجراء هذه الانتخابات المبكرة واضعا بذلك حدا لعشر سنين من حكم اتلاف عريض مع الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة المستشار كريستيان كيرن وحصل حزب الشعب الذي يقوده كورتس على ثلاثين فاصل اثنين بالمئة من الأصوات متقدما على حزب الحرية اليميني المتطرف ستين وعشرين فاصل ثمانية بالمئة والذي يبدو أن زعيمه هانس كريستيان شتراخا سيكون في موقع يتيح له أن يكون صانع الملوك ونال الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة كيرن ستين وعشرين بالمئة فاصل ثلاثة من الأصوات حسب التقديرات التي أعلنتها شبكة التلفزيون الحكومية ORF بعيد إقفال مكاتب الاقتراع وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد حلوا في الطليعة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2013 بطبيعة الحال أنا مغمور بالكثير من العواطف فكل هذه الشهور ومنذ إعلان الانتخابات المبكرة عملنا على تعزيز حركتنا وقال كثيرون أن ذلك لن يكون مجديا ولكن في الانتخابات النمساوية أعطنا نمساويون ثقتهم وأنا ممتن لهم كثيرا كما أعتبرها ولاية جديدة لبدء تلك التغيرات التي انتظرتها النمسا لفترة طويلة شكرا